اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اهمية السمرار تعزيز اوجه التعاون مع جمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة بما يسهم بالدفع بها الى مستويات اكثر تميزا تعكس تطور ومتانة العلاقات بين البلدين وشعبيهم الشقيقين منويا بالعلاقات التي تربط البلدين وما وصلت اليه من تطور يأتي ترجمة لتوجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع بحضور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيد شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة بمناسبة زيارته للمملكة لترأس وفد بلاده في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة البحرينية الباكستانية حيث نقل إلى سموه تحيات فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس الجمهورية الباكستانية الاسلامية ودولة السيد عمران خان رئيس الوزراء وتمنياتهما لمملكة البحرين المزيدة من التقدم والاززهار فيما أبلغه سموه بنقل تحياته لفخامة الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء وتمنياته لباكستان وشعبها كل تقدم ورفع وقد عرب سموه عن الاعتزاز بمسار العلاقات البحرينية الباكستانية وما سجله التعاون بين البلدين من تطورات على كافة الصعد وبخاصة ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية مؤكدا سموه أن التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وتداعيتها يتطلب معانا تعاونا دوليا متناميا للتعامل معها من جهتي أشهد معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الاسلامية بدور صاحب السمو الملكية ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين منوها بما قدمته البحرين من دعم لباكستان في مجال التصدي لجائحة فيروس كورونا وتداعيتها والذي يعكس متانة العلاقات بين البلدين وشعبيهما ترجمة نانسي قنقر